السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بنت للا نجية في هذا الفيديو أخواتي سوف نطبق معكم هذه العبية اللي كتشوفوا معيها العبية الرائعة اللي خدمتها الصغار وكبار محبوبة ممطلوبة بزاف لأن الصراحة تستحق التجربة بالنسبة للنوع ديال التوب ممكن تطبقه في البرادة تطبقه في الريحانة تطبقه في الكريب يعني لهذا المهم أتواب اللي كتكون نازلة شوية بالنسبة للنوع هاد النوع هادا كيشبه للتوب ديال المليفة وسميته القبار دي قبار دي فيه تقريبا جوج أنواع هكذاك أو ثلاثة لعنا فيه النوع اللي كيكون نخشين أما هادا ليين كيكون رطب وكيجي نازل توب زوين صراحة بالنسبة لكمية ديال التوب ما جابت ليش الزبون التوب كافي لعنا كنت بغى موضيل آخر ومبعتش به الموضيل ديال الأم ديال اللي كنت خيط لها وبغات بحاله وحنا نحاوله معه ولو التوب نقص فيه جوج متر وخمسين أما الأم ديالها كان جابت لي ثلاثة متر أخاوات بعد ما نقصنا خمسين سنتيم قيمة ديال لكم بقات لنا جوج متر هادا نقسموها على اثنان صافي غدي نفرقوا هاد القطعة سادو بجوج يعني قطة جهة ديال الأمام وجهة ديال الخلف هنبدو بقطعة ديال الأمام وهنا كان ضروري من البطرون أول حاجة غدي يكون واضح ثاني حاجة يكون بالقواعد والطبق والبنيسات الصغار والكبار الجامع الأعمار عند 35 سنتيم في عرض الكاتف قسمتو على اثنان عطاتني 17.5 زائد سنتيم ديال الخياطة بالنسبة للقواعد 8 سنتيم بالنسبة للكبر القواعد ديال الرقابة راهم معروفين أغير عنا نحاول نختصر لكم هنا يا 8 سنتيم بالنسبة للكبر بالنسبة للصغار بالزاف 6 سنتيم وبالنسبة لما بين 12 سنة أو 11 سنة 7 سنتيم نزلت بالنسبة للخلف بقي 2 سنتيم في الرقابة وهنا عن مية الكاتف 3 سنتيم بالنسبة للحردة القيبة دائما كنقول لكم بالقواعد كناخد عرض ديال الكاتف مقصوم على اثنان عند 35 سنتيم في عرض الكاتف بعد نحط هنا يا نصف عرض الكاتف زائد ثلاثة سنتيم هالطريقة لجميع الأعمار سوف نرسم هالخط هنا يا بالنسبة للطريقة في أخذ المقص كناخد السنتيم لاصق على الجسم باش أنا اللي كنتحكم في الزيادة كنعرف شحال زيتس وشحال نقص كناخد السنتيم لاصق نفس الطريقة بالنسبة للصدر والحزام والحوض أولى الورق نفس الطريقة سنتيم لاصق عندها أربعة وثمانين سنتيم غادي نقصمها على أربعة والخارج غادي نضيف عليه ثلاثة فاصلة خمسة ثلاثة سنتيم كتكون تابسة لعننا قيمة ديال الخياطة وكذلك الوسع أما نصف سنتيم هديك ديال السورجي بعض المراك يتقطع أو بعض المراك يتكون السورجي وخمس قطعوش فيك يكون كتجمع كتجمع لكم التوب سوف يحددنا القيمة ديال الصدر حطينا الربع زائد ثلاثة سنتيم بالنسبة لي كي ياخدوا المقص عادي ما كي نحتاش مشكل المقص لي كي يخرجكم بزيين خدموا به سوف هنا يعني ناخد هاد القيمة ديالي خرجت بها ونطلع بها وهنايا غالي نطلع نخرج بإثنان سنتيم باش نرسم حردات الايباد بنسبة للصدر اللي سيكون كبير نخرجه ثلاثة سنتيم هاد الشي غير باش نسهل عليكم رسم حردات الايباد سوف يكن ناخد من الكاتف مرورا بالصدر يعني تحت الصدر وغالبا بنسبة الكبار نخدمه بربعين سنتيم هنحدد نقطة أربعين سنتيم باش تكون هي خط الحزام بنسبة الصغار لي ما عندو كي يكون ما عندو مش صدر بنية الصغار يعني كنتكلم اللي بنية الصغار كتاخدوه من خط الكاتيف حتى الخط ديالي الحزام كتر تحزموا البنيتة كتاخدوه من الكاتيف حتى ذاك الخط اللي حزمتو فيه صافيه كنحدد هنا يا الحزام وهنا خط الوراك بنسبة الوراك حسبت ليها من الكاتيف حتى لحط الخط الحوض اولى الوراك سعود وخمسين سنتيم بالنسبة الوحدة طويلة بسف ستين سنتيم هنا أخواتي كنعود نتأكد دورا ديال الحوض دورا ديال الحوض دورا ديال الحوض قسمت على أربعة كنحط الربع والسنتيم لاصق بحال اللي شرحت ليكم كنحط الربع زائد ثلاثة فاصلة خمسة كنخدم معكم بالقاوعي ديني هالطريقة اللي كنعطيكم تخدموا بها الجامعة الأعمار هنا هندخل بإثنان بما أن العباءة كيختلفوا موضل لموضل بالنسبة للعباءة هادية هتكون كلوش دخلت بإثنان سنتيم ووخاك ندخلوا بإثنان سنتيم ضروري نتأكدوا من قيمة ديال الحزام شعال عندكم فيه باش ما تنقصوش في العبار عنده تمانية عشر في خط الحزام الربع كنحط الربع هنا يا وغادي نضيف عليه ثلاثة فاصلة خمسة ونشوف فين جاتني هيا هنا يا لونك انا اذا انا ما نقصش بزاف القياس هو هادك مضبوط صافي يعني العبار هو مزيان نوصل هاد النقطة عند خط الصدر دبا خط الحزام ما عاديش نخدمو بها نخدمو بهذه الطريقة اللي حطينا خط الحزام تخلنا فيه بإثنان سنتيم ركز خرج مزيانة بالنسبة للكبار هنا نقصم الرقبة على ثلاثة هاد الباترون اخدمو به الخلف والامام حاولت نخدم معكم بالباترون ولكن كان احسن حل هو بالباترون نقصمو على ثلاثة هاد دورة دي الرقابة نسبة للباترون راهم زيان اللي كنتخدمو به الجامع الاعمار نسبة لهاد الموديل هادا ناخد هنا يا تولوت وغادر ربطو بهاد النقطة قبل ما ربطو بخط الصدر نشرح لكم واحد نقطة مهمة ضروري كننزلو بهاد القيمة اللي نزلنا بها في الكاتف ضروري كننحسبوها وهي اللي كننزلو بها هنايا وكنربطها مع هاد النقطة باش الكم ما كينقش لكم في العرض ديالو سوفي قعد نكمل الخط ديالي نخرج نيشان ما قديش ننقص في العرض ديالي لكم بهالطريقة حتى الاخر فاش بغن نفصلو لكم ونشرح لكم الباقي بالنسبة للباترون انا هادا كنناخد الرولو تقريبا دابا عنده سانة ونصف ومازال فيه يدوز لي حتى سانتين لانا ما كنخدمش بيه بساف الا في بعض الموديلات اللي كيكونوا صعب ضروري يحتاجوا فيه بالباترون بالنسبة للباترون هادا كنناخد الرولو اللي كيخدمو به اللي كيكون عندهم ميكوات ديال الشارع المصبانة ديال الزنقة الموديل هو هادا غيكونوا فيه جوج طياز في الاعمام وثلاثة ديال الطياز او الكسرات في الخلف هصدقوني هاد الموديل مطلوب بزاف هنا كنقسم هاد المسافة على اتنان خد الصدر كنقسمه على اتنان ورسموا واحد الخط كنبدأ نزله بهد القيمة هادي حتى الاسفل ديال الموديل يعني على طول العباءة كننزله بنصف القيمة هنا فينها تكون عندنا الكسرة او الطي بعد اخواتي كنحسبو الطول ديال الموديل زائد اربعة سنتيم طول ديال الموديل صاحبة الموديل عندها مية واحد وثلاثين ها زائد اربعة سنتيم وكنحدد طول ديالي في البطرون بعد ما حددنا اخواتي الطول بالنسبة العرض اسفل الموديل عفوا فيه اربعين سنتيم بالنسبة الكبار ممكن تزيدوا او تنقصوا على حساب التوب اللي عندكم بالنسبة للقيمة اللي عندي ليكتوب اربعين سنتيم مناسبة ومزيانة هنا الورقة غير كافية يعني واحد القطعة نقصة ما عنديش مشكلة غادي نكملها في توب سوفي هادي القطعة دا بالجهة ديال الرقابة ونفصلوا كذلك الكم على القطعة ديال الامام والخلف نحتفض اخواتي بالكم كنت اخدوه الجهة ديال الامام والخلف كنقطعوها لاثنان كنبتو بالقطعة ديال الخلف سوى بديتو بالخلف او بالامام ما عندنا تم مشكلة هنا بديتو بالجهة ديال امام كيف تلكم هاد القطعة هنا هي نقصة ما عنديش مشكل غادي نكملها في توب سوفي هنا كنحتفض واحد سنتيم من قيمة الجهة ديال البانضة والباقي كنقسموه على هذيك الطاية العرض ديال الموديل هو هذا تقريبا خمسين سنتيم اللي بقاتلية هي هذيك جوج متر اللي قسمتها على اثنان هاد الباقي غادي نخدمو به البانضة ديال الجهة ديال الامام بالنسبة للقيمة شحال تكون عندكم في الطاية انتم اللي كتتحكموا فيه على حسب التوب اللي عندكم انا هنا عندي جوج متر فاصلة جوج متر ونص يعني جوج وخمسين سنتيم هاد شي اللي عندي في التوب انا كنحدد الخط ديال الحيزان ضروري يكون هذيك الباطخون باش تتحكموا فيه يكون المقاس مضبط سوفيك نكمل هاد الخط به هاد الشكل هادا اللي غادي يكون فيه الطاية او الكسرة نقطة مهمة انكم تحددوا هذيك الخط ديال الحيزان انك يعاونكم باش كتعرفوا الباطخون فينا تحطو كل قطعة سوفيك غادي ندابان تبت توب بالابار الصغر او الدبابيس باش يعطيني حتى نقدر نرسم حتى الخلف هو هادا الجهة الثانية رسموا فيها واحد الخط باش يكونوا عندنا الكسرة سيكونوا اااا مضبوطيني نفس القياس من الجهاتين سوفي ودابا غادي نزولوا هالدبابيس هادو باش نخيطوا هالطيات هذا الوجه وهذا الخلف اللي رسمت فيه يعني الضار ديال توب واللي رسمت عليه ما ترسموش على الوجه ديال توب طريقة باش نتأكد ان الطيع القياس مضبوط كنناخد ليبرا بهات الشكل هادا بهات الطريقة ونفس الطريقة بنسبة لهات الجهة هادي سوفي عادي نمشي نخيط اخواتي هات الخط هادا كذلك بنسبة للجهة الثانية نفس الطريقة وارجع معاكم دارا لنضيق الوقت ما عنديش اخواتي كنعتادر موهم انني حاولت وفيس بلوعد ديالي وحطت لكم الموضيل عندي الخدمة ديال سباين كتيرة صافين بعد ما خيطنا هاد الطيع كنعاودو نحطو البطرون ونطبسو هنا يبدا به بيس باش يبقى لنا توب تابت فل بلاسو صافين ضروري تزيد واحد سنتيم ديال الخياطة اما هنا بنسبة الرقبة ما كنضيفوش حق الخياطة نهائيا سفيه هون بدا نقطع الموديل نسبة الهنايا لهذا الجزء هذا كتاخدو لابغيتو الكلوش اللي كيبقى لكم كامل تستفدو من نقط اني ما يضعش نحتاجوه هنايا عنا ناخد لها من خط الحزام ونستغل هاديك الزيادة كاملة قيمة الخياطة اللي زدنا هنا يا تاروري والباقي غادي نديرو الكلوش اللي نقابيه باش نجينا كلوش نزيدو هاد القيمة اللي بقت لنا بنسبة للطول كنحطو بها الطريقة هادي باش الجوانب كنرفعوهم حطيت الطول زائد اربعة سنتيم جاتني حسن الهنايا ومن بعد بديس كنضور بالسنتيم كنحط النقاط بهات الشكل هادا باش نرفع الجوانب من بعد ما رفعت الجوانب تقريبا بستة سنتيم فكنا عاود ننزل بي اتنان لان الموديل اه في الاسفل عريض بزف وهد القطعة هادي اللي غادي نقصها نحصفدو بها حتى نزيدوها في الجهة الامام البنضة دي الامام صافي كنربطو هاديك اتنان سنتيم اللي هبطنا بها مع المنتصف صافي ده بمشو نحددو القيمة دي الراقبة الجهد الامام مش حال هادي نهبطو هادي نحسبو بابتداء من هاد النقطة اللي هنا عشرين سنتيم صافي كنرسمو هاد الخط الى لاحظتو معاي في الكاتيف ما ما نقصت حتى شي حاجة هادي نحصفد بيه حتى نفصل به الخلف صافي به هاد شكل هادا نعود نرسم هنا يا واحد الخط الجزء اللي غادي نقطعوه في الجهة الامام صافي هنا بعد ما تمنا الجهة دي الامام غادي نزوق نفصلوه الجهة دي الخلف عندي القطعة دي الخلف هنا نطوي على اتنان وبالنسبة للخلف الخلف فيه ثلاثة ديال الطيات يعني ثلاثة ديالكسرس او الطيات بنسبة الهنايا حسب ثلاثة فاصلة خمسة ديال البلية هادي قابلة التغيير على حسب التوب اللي عندكم حسب التوب العرض ديالتوب اهم شي كننحطوه ببطخو واللي بقى التوب ديك الزيادة كننقسموه على الطيات صافي هنا نفس الطريقة اللي فصلنا بها الامام كنحاول يكون هاد الخط هذا مقابل مع الخط اللي مع اللي اقبالتو اخواتي اغنطر نكمل لكم اه في الجزء الثاني لان الفيديو باللي بدك يتقطع الصورة مبقتش مزيانة امنك يكون فيديو طويل لهذا ها نحط لكم هاد الجزء بحده